ثم أبحاث أكاديمية في هذا الموضوع كيف نحاكم كيان العدو دائما الخوف من قاضي الدولة يسمى قاضي الدولة إذا كان القاضي أمريكي وينتمي إلى أمريكا ربما لا يكون موقفه كذا هذا لم يحدث مع ألمانيا مثلا وحتى مع أمريكا ولكن وهذا أيضا أمر مؤسف ومغيظ القاضية الوحيدة على 17 قاضي اللي صوتت ضد كل شيء هي القاضية من أغندا نعم قاضية أغندا ويقال أنه تم التبرأ منها أو إلى آخره بينما القاضي الصهيوني على الأقل وهنا طبعا هذا ليس إيجابيا ليس مديحا وأنما هنا نقارن نحن على الأقل زوز جزئيتين كان معها وبالتالي فأنه من المحتم على كل هذه الهيئات الدولية أن تراجع نفسها لأنه أنا أعتقد أنها تورت نفسها هذه الهيئات للمنظمات الدولية راي قاعدة تناقض في روحة بروحة وقاعدة تعترف من حيث لا تدري أنها تسكت على هذه الجرائم الصهيونية وتراجع المنظومة القانونية والحقوقية وأيضا الموازنات الدولية والقانون الدولي والعلاقات الدولية والديبلوماسية كلها قابلة للمراجعة في هذا السياق عن الجزائر عندي ثلاثة ملاحظات لو سمحتي ملاحظة أولى أكاديمية مهمة الأمير عبدالقادر الجزائري يدرس في جامعات في أمريكا الجنوبية وفي جامعات في أفريقيا وحتى في أوروبا على أساس مثله مثل فرانس فانون وغيرهم على أنه صاحب نظرة أو صاحب رؤية تحريرية ديكولونيالية حتى الآن وهذه يعني مدارس جديدة وثمتها أبحاث مهمة في هذا الأمر الملاحظة الثانية الجزائر لا ننسى هي الآن هي في المجموعة العربية وهي التي الآن يعني تأخذ المشعل في هذا الباب وهي حليف في كتلة جيوسياسية كبيرة وثم كتلة تصويتية كبيرة رأوا في أفريقيا أكثر من 30 أو حتى 34 كتلة جيوسيا كبيرة فها الجزائر وفها جنوب أفريقيا وفها مالي وفها النيجر وفها بلدان أخرى يعني مقادير مختلفة المسألة الثانية المهمة جدا الجزائر وبشكل واضح مع جنوب أفريقيا وغيرهم قرروا أن يدافعوا في حملات وفي عمل كبير على مستوى المنظمات الدولية أن يكون ثمة الصوت لأفريقيا في مجلس الأمن وهذه مسألة مهمة جدا ثانية المسألة الثالثة أيضا مهمة جدا الجزائر تقود حملة دولية على مستوى منظمة عدم الإنحياز لبعث مجموعة عدم الإنحياز في مجلس الأمن وهذا أيضا مهم هذا فضلا عما كان يتحدث عنها الأخ العميد بطبيعة الحال وعن الجزائر لا يمكن أن نغمض أعيننا والتاريخ شاهد على ذلك معناها الهواري بوميديان وبنبلة وجيفارا غادي والثورة الفلسطينية غادي والدعم بالسلاح وكل ما تشاءين وبطبيعة الحال لا يمكن أن نلوم أحدا أكثر من الدول التي لم تشاء حتى أن تصدر بيانا مجرد بيان على لا يسوى الحبر الذي كتب به لإدانة العدو بشكل صريح بينما فعلتها دولة من كنا نتوقع منها ذلك فعلتها جيبوتي وفعلتها السومال وفعلتها والرأس الأخضر وغيره ثم دول تعتبر بحيثة إلى حد ما نعم وبعيدة إلى حد ما ولكنها بالنسبة للعدو خطيرة لأنها مطلة من ناحية التشاطئ مطلة على شواطئ فلسطين المحتلة من طرف العدو إلى خيره وبطبيعة الحال نحن لا يمكن كما قلت في البداية أن نعول في هذه المرحلة إلا على شعوبنا أكثر فأكثر وهذه الدول مثل الجزائر وغيرها عندها من الحنكة وعندها من الحكمة وعندها من دراسة وتقدير الأمور حتى يكون التدخل في الوقت المناسب وبطبيعة الحال أنا أعتقد أخت سماح أنا أعتقد ولست أدري يعني إذا كان الأخ العميد يشاركني في هذا الرأي أم لا أنا أعتقد أو لا أعتقد أنه سيأتي وقت ونكون فيها مجبارين جميعا بما في ذلك هذه الدول أن تدخل في سياسة أخرى لكسر هذا الحصار بأي طريقة من الطرق لا أعرف ما هي الطريقة بالقوة البشرية بالقوة العسكرية بالحصار الدولي لست أدري بأي طريقة نحن سنجد أنفسنا أمام هذا راو في وقت من الأوقات وإذا لم نجد أنفسنا أمام هذا فهم بحثهم مستمر واضح هم يحبوا راية بيضاء فقط العالم الغربي الاستعماري الذي قرر أن يبيد غزة على بكرت أبيها وأن يضيع قضية فلسطين على بكرت أبيها قرر أن تكون الإبادة أزلية كما قلت أنت وليس جماعية فقط أن تمتد في الزمان حتى نرفع الراية البيضاء بطبيعة الحال بالمقابل الدول الشريفة والدول التي تملك عقلا وموروثا وطنيا حضاريا تحريريا بالطبع ستكون لها كلمتها في الوقت المناسب واضح سليح دين الديودي رجعين معاكم بعد تتحدث على الجبهة العراقية الجبهات على الميدان سيد العميد شو أخبار المقاومة اشتباكت عنيفة وفي جباليا شمالي قطاع غزة وسط تحليق كفيف لطائرات حربية طائرات العدو سيد العميد الجبهة بالنسبة لي كمراقب عسكري نحن في اليوم 114 كأنه في اليوم الأول هو نفس السيناريو يعني يقولون أنهم تمكنوا من الجهة الشمالية لغزة وإلى حد الآن صواريخ بعيدة المدى تصدر من الجهة الشمالية القتال في المحاول التي باقي فيها لأنه رأوا سحبوا معناها أغلبية القوات سحبوها من الشمال بقيت طريقة جديدة يعني طريقة منتع المرحلة الثالثة أنه طايران يراقب يرمي خذاه طايران جديد له القدرة حتى على الاستماع يعني تتبع حتى المكالمات الهاتفية وتتبع الأفراد الذين يستعملون الهواتف ويرمون على المباني المشبوهة ثم يقتحمون اقتحام معناها بشكل إغارة على أماكن محددة وعندما يقتحمون بريا يصير القتال هذا هو في الشمال في الجنوب يحاولون في أقصى مكانيته تطويق خان يونس ويعني القتال على شده في كل دوائر خان يونس في بني سهيلة في كل مشارف خان يونس ولكن باقية الجهة الوسطى هي مقبرة للجيش الإسرائيلي لأنه كل الأحداث الكبرى الآن وكل كمان الكبرى قاعدة تحدث في الأماكن الفاصلة بين الشمال والجنوب فهمتني المغازي وغيره يعني القتال على شده وأنا نقول دائما وأنا عسكري لحرب ليش تصلح ليحراز مكاسب استراتيجية نرجع ونقول راهي المكاسب الاستراتيجية إلى حد الآن في صف وحد راهي كلها تصم لصالح المقاومة الباسلة وليصالح الفلسطينين رأي الحرب في حد ذاتها ليست هدف يا سماح رأي العسكريين لما نقوموا بحرب هو ليحراز مكاسب استراتيجية دائمة ونشوفوا احنا اليوم ما هي المكاسب الاستراتيجية الموجودة على الميدان نشوفوا كيان يتخبط كل يوم تدب فيها الانشقاق والتطرف يزيد يكبر عند المتطرفين والسب والشتم والتسابب يعني الاتهامات المتبادلة بين اليمين واليسار وبين يعني سيسمو بنكفير وسموتينش من جهة وربما بعض المعتدلين من جهة أخرى الذين أصبحوا يتهمونهم رأسا بإبادة إسرائيل يقولون أنتم تسببتم ستتسببون في إبادة شعب الإسرائيلي والمعارض اللي تنتظر في الخفاة وتنتظر في كل الأخطاء وتقيم يعني شكشوكا شكشوكا عند الواحد وشكون تسبب فيها يعني صموت المقاومة الباسلة راجعت لك بعد وسنتحدث على ميدانياً ما يجري وهل صحيح أنه مثلاً قيادات لحماس والأسرة موجودين في خان يونس اليوم لكن المنطقة العازلة والأعلام العبري يتكلم أكثر فأكثر يقال بأنه كان الحديث على المنطقة العازلة هذه في شمال قطاع غزة كان ممنوع في الأعلام العبري لكن بعد ما نوع متع ضغطها أمريكي ضد هذه المنطقة العازلة اليوم ما يقال في الأعلام العبري القنوات يتسامتيحهم بأن إخلاء شمال القطاع كان ضمن خطة ممنهجة لإقرار منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وهذا حسب الرواية الأمريكية تقول تقول نحن ضد هذا لأننا فرضنا على كيان العدو أنه لا يكون تقليص في مساحة غزة سعى ما معنى منطقة عازلة عسكريا سيد العميد سيش نعود ونحكرو فيه بجانب السياج يوضع قوات قوات دائمة موجودة في الشمال وفي الشرق للحيلولة دون أن تصير هجومات انطلاقا من غزة نحو المستوطنات وهذا الهدف مش في الحقيقة هو يرمي لطبئنة المستوطنين وأرجحهم إلى مستوطناتهم اللي يغادرونها عندهم من بداية حرب لكن نعود عسكريا راه الجيش هذا قاعد يعمل في أخطاء فاتحة راه واش معنى العسكري لما يكون على الميدان عنده حالتين إما يناور بالحركة أو يناور بالنار لابد أن يتحرك لأنه في القتال عندما تتوقف تتوقف الحالة الوحيدة اللي ممكن تتوقف فيها هي أنك تكون في حالة دفاع يعني تكون حضرت الميدان وعملت العتادين تاعك إذا بيش يعملوا هذية سيصبحون لقمة سائغة للمقاوة هم يتحركوا ويعملوا في الإغارة وشفت الرمايات وشفت ش صار فيهم صار فيهم المسخ فما بالك أنا جي تحط له دبابة متوقفة تنتظر إيش معناها؟ معنا بش ناخذ الوقت للرصد وناخذ الوقت التسلل وناخذ الوقت الرماية في عقلي هم يتحركوا وضربوه فما بالك دي يحط له أنا معناها على الشريط هذية قواتنا متوقفة وهذا راهو هذا قتلك في حالة واحدة أنهم يوليوا كأنهم في حالة دفاع والجيش هذا ما نظنش كان في هالكيان الصهوني في حالة دفاع هو في حالة وجود مستمر إذن أنا لما عد أفهمهم وأفهم ماذا يفعلون وستكون إن شاء الله يعملوها إن شاء الله يعملوها إن شاء الله يعملوها خلي زيدي تدمروا فرد مرة لأنه تيهون مرة ونكلم فيك أنا استطلعات الرأي المنطقة العازلة ستدمر ستكون مقبرة مقبرة بدون شك بدون حتى شك لجيش العدو لأنك بشتحط روحك في مرمى النيراء بشتحط روحك في مكان وانت متوقف ده بابة راية قوتها فيش قوتها في حركتها في أنها مدفعا تحها يعني يتحرك 360 درجة عنده قدرة للرؤية للرماية إيش بتعمل هم بشتحط طائرات 24 ساعة 24 ساعة تحوم فوق هال يعني هالترتيبة الدفاعية وهذا مستحيل يعني كما عاملوا من اللول يتفطن دائما بعد الوقت أنه خطأ تكتيكي فادح حتى نقدم بش نمشي معك سلاح الدين الديودي ونحن نتحدث عن المقاومة وعن خطط الكيان العدو في هذا الإطار تحدثنا قبل على كتيبة جنين اللي اليوم كتيبة جنين نحكينا بالتفصيل معك لأنه هذه الكتيبة ستمثل خطرا داهما بالنسبة لكيان العدو الكيان اللي صيلت اليوم الضو على الرجل العسكري اللي يسميها الأقوى في الجهاد الإسلامي نتحدث عن أكرم العجوري القائد العام لسرايا القدس الجناح العسكري ريبورتاجات يوميا في القنوات العبرية في الليامات هذي على أكرم العجوري يقول حسب القنوات بأن عيون إسرائيل تلاحق العجوري اليوم الذي تتهمه بتحمل مسؤولية عن تطور كتيبة جنين بعلاقته المباشرة مع قيادة الكتائب تقول بأن العجوري هو خيط الربط مع المقاومة في بلدان الطوق الرجل نافذ جدا بالنسبة للتواصل والاتصالات مع إيران مع حزب الله مع حتى اليمنيين ويقال حسب هذه الروايات الإسرائيلية بأنه موجود اليوم وين؟ في جنوب لبنان هو قبل طفال الأقصى بيوم واحد يوم 6 أكتوبر كان ذكرى تأسيس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومصادفة أو من الأقدار تم الإعلان في ذلك اليوم يوم 6 أكتوبر أنه تم إنشاء كتيبة جديدة في جنوب لبنان وكتيبة جديدة في سوريا وتم الإعلان عنهما في ذلك اليوم يوم 6 أكتوبر بطبيعة الحال الأخ الأكرم العجوري هو خليفة بها أبو العطاء بها أبو العطاء هو كان رئيساً للمجلس العسكري لسرايا القدس في قطاع غزة وعند معركة سيف القدس ومعركة وحدة الساحات ارتقى قائد المنطقة الشمالية وقائد المنطقة الوسطى في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وبطبيعة الحال الاسم الأبرز هو الأخ أذكريني أكرم العجوري أكرم العجوري في تونس اسمه شبه لهذا من عرشة ليش يا حذر حذرة في مخي مرتين إن شاء الله يكون بخير جعيدي حاجة كما هكا أو المدرب أو كيفاش رابي جعيدي المهم يشبه الأكرم العجوري رابي جعيدي العجوري هو خليفة بها أبو العطاء وخليفة أباها بها أبو العطاء بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون إلا من وزني بها أبو العطاء ورفاقه بطبيعة الحال ومعروف بكلمات شهيرة جدا أنه لابد من الاقتصاد في الرصاص وعدم إطلاق أي رصاصة ولا رصاصة واحدة خطأا أو يعني أن تكون موجهة إلى شيء آخر غير العدو وإلى خيره وترميم وإعادة بناء المجلس العسكري لسرايا القدس في غزة وفي لبنان كما كنا نقول وفي سوريا لا يمكن أن لا يكون على علاقة بما يجري في الضفة الغربية المحتلة في نابلس في جينين في طول كرم في مخيم نور شمس وفي مناطق أخرى عديدة وقلنا سابقا أن حركة الجهاد الإسلامي وصراع القدس تمتاز بشيء مهم جدا يشهد به كل الفلسطينيين هو الطابع الوحدوي ولذلك في كتيبة جينين كانت كتائب شهداء الأقصى وكانت كتائب القسام وكتائب والسرايا وعرين الأسود وأدت كتائب أخرى وأبو علي مصفى يعملوا مع بعضهم هذه كتيبة جينين ليست خاصة بتنظيم واحد أيضا في طول كرم وفي مناطق أخرى كثيرة أصبحت كتائب المقاومة تعملوا مع بعضها البعض قد نرى بيانا للقسام أو براية بيانا للسرايا أو إلى آخره ولكن في الحقيقة العمل في كتائب موحدة مع بعضهم البعض وأنهي بالقول في هذا الموضوع أنه أنا بطبيعة الحال لا أثق لا بالعدو ولا أصدق ما يقول العدو ولسنا هنا لا أنا ولا أنت ولا الأخ العميد في معرض أن نقول أن هذه المعلومات قريبة إلى الواقع أو لا أن يكون في جنوب لبنان أو أن يكون في مكان آخر هذا شأنه وهذه جبهات مقاومة مقاومة متصلة آآ متحدة ولكن لأنه العدو لا ينطق جزافا لا هو أكيد يوليد اغتيالهم معناها ما واضح حتى الاغتيال يعني اليوم لقدر الله ضربات أخرى لجنوب لبنان تحت تعلت سمعونا 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 سمعني سيد العميد مش المرة اللولة يذكر الاسم هذا وذكر كل هذه الأسماء وبالتالي ثمت نوع من محاولة الضغط كذلك أنه السياج الأمني والشريط العازل اللي توجد في لبنان توجد في شمال فلسطين المحتلة لأنه تم يعني هربوا المستوطنين الموجودين كما هربوا على غزة أيضا ثم نوع كذلك من الضغط للابتزاز وثم تنوع من الضغط لمحاولة كبح المقاومة ثم أول رد أتى من قطاع غزة بعد سويعات في نفس الوقت ليس سويعات ترجمة نانسي قنقر